وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مصطفاه ثم أما بعد فقد كان لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه حائطًا في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم أمام مسجده تسمى بيرحاء وكان يستعذب للنبي صلى الله عليه وسلم منها ماءً طيبًا عذبًا نميرًا وكان يدخل صلى الله عليه وسلم بذاته بنفسه إلى ذلك الحائط فيشرب من تئك البير وتقول عائشة رضي الله عنها كان يستعذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام الماء من بيوت السقية وبيوت السقية هذه في الحقيقة عينٌ على مسافة يومين من المدينة بالإبل وكان يؤتى بالماء الطيب للنبي عليه الصلاة والسلام من تلك العين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يشرب من الماء البائت في القرب والشنن ولذلك يقول جابر بن عبد الله دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد أصحابه إلى حائط من حيطان المدينة من أهل الأنصار فقال لصاحبه أعندكم ماءٌ بات في شنةٍ وإلا كرعنا يعني نشرب مباشرةً بأيدينا أو بأفواهنا فقال ذاك الرجل يا رسول الله لدينا ماءٌ بائتٌ في شن يعني في قربة ثم جاء به وقبل أن يأتي به وهو يعلم محاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الشراب أخذ الماء البارد ثم ذهب إلى داجن عنده يعني عنز صغيرة أو شاه صغيرة وحلبها وخلط الماء البارد بالحليب وهذا مما يحبه صلى الله عليه وسلم وأصبح عرفاً عند الصحابة هذا الأمر ولذلك في مهاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي طريق هجرته من مكة إلى المدينة أبو بكر يحدث عن موقف وقع له وذلك أنه وجد غنماً فأخذ شاةً وحلبها ثم يقول أبو بكر وتأمل إلى معرفته بمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكان لإداوة عليها خرق فيها ماء بارد يقول فشبت الماء بالحليب حتى برد أسفله يعلم أن لرسول الله مذاق خاص فيما يشرب عليه الصلاة والسلام ولذلك صنع أبو بكر به ذلك وقال فشرب رسول الله حتى ارتويت إنه الحب في أجمل صوره وأكمل هيئاته يقول أبو هريرة ضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا ثم قال لنا أعندكم ماء يستسقيهم صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة فجئته بماء بارد ثم أخذت عنزاً عندنا حلبتها وشبت الماء فيه ثم أعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشرباً وكان أبو بكر على يساره وأعرابي على يمينه وعمر قبل وجهه يعني بين يديه فأعطى صلى الله وسلم فضلة شرابه الأعرابي فقال عمر هاهنا أبو بكر يعني أبو بكر أولى من الأعرابي بالشراب وبإدراك فضلة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله وسلم الأيمنون 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 فغدت سنة يعني أولى بالشراب بعد من شرب أولى هو من على يمينه والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيت أبي الهيثم التيهان وكان في ذلك البيت رجل اختص بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الهيثم الأسلمي وكان يأتي للنبي صلى الله وسلم من هذا الحائط لأبي الهيثم التيهان فيه بئر اسمها جاش كان هذا الرجل يأخذ الماء من هذه البئر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن ماءها كان ماء طيبا يستعذبه صلى الله عليه وسلم ولما دخل يوما إلى ذلك الحائط طلب صلى الله وسلم وقال هل عندكم ماء بارد؟ وكان يحب الماء البارد صلى الله عليه وسلم فقال أبي الهيثم بلى يا رسول الله فجعله بماء في شن أو في قربة كالثلج ثم أخذ عنزا وحلبها وخلط الماء البارد به ثم أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الصحابة يعرفون ماذا يحب عليه الصلاة والسلام من المشروبات والمطعمات وغير ذلك بل تقول عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس به كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلو البارد ولما سئل صلى الله وسلم يا رسول الله أي الشراب أفضل فقال الحلو البارد زينب بنت جحش رضي الله عنها فقهت هذا وأدركت معنى هذا ولذلك كانت رضي الله عنها بعد صلاة العصر تجهز هذا الشراب لرسول الله عليه الصلاة والسلام تأتي بالعسل وتأتي بالماء البارد وتخلطه به حتى يبرد وتنتظر به رسول الله حتى يأتي إليها فإذا جاءها بعد العصر انحبس عندها وشرب من ذلك العسل البارد بالماء البارد لقد كان لرسول الله ذلك الذوق الراقي فيما يشرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن أعظم مما كان يشرب زمزم كانت تحمل إليه بالقرب صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة حسبي من الحب أني لما تحب أحب فصلى الله على معلم الناس الحب شكرا لكم